اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لحج الدعم الدولي للبنان على شط الأصعيدة في ظل استمرار التحديات الصعبة التي يواجهها الشعب اللبناني خاصة على المستوى السياسي والاقتصادي مؤكدا اعتزاز لبنان بالعلاقات التاريخية الوطيضة التي تربط الدولتين الشقيقتين والتي تقوم على أسس من التضامن والأخوة وتقدير بلاده للدور المصري الحيوي كركيزة أساسية في حفظ الاستقرار بها والمنطقة العربية ككل اللقاء تناول استعراض المشهد السياسي اللبناني بالإضافة إلى سبل تعزيز أطر التعاون السنائي القائمة بين البلدين الشقيقين وكذا مناقشة تطورات أبرز الأوضاع الإقليمية كما استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي السيد جون كريستمان رئيس مجلس إدارة شركة أباتشي الأمريكية المتخصصة في مجال بحث واستكشاف البترول وذلك بحضور المهندس طارق الملة وزير البترول والثروة المعدنية وعدد من كبار المسؤولين بالشركة اللقاء تناول بحث تطوير التعاون المشترك مع شركة أباتشي والتي تعد أكبر منتج للنفط في مصر فضلا عن الساراد موقف أمال الشركة القائمة وخططها الاستثمارية المستهدفة خلال السنوات القادمة في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج في مصر وقد رحب السيد الرئيس برئيس شركة أباتشي مؤكدا سيادته دعم مصر لتطوير علاقات التعاون المشترك بين الجانبين نظرا للتاريخ الممتد للشركة وصوابق نشاطها في مصر فضلا عن دورها المجتمعي المقدر في مصر معربا سيادته في هذا الإطار عن الترحيب بالاتفاق الأخير التي تم بين الشركة ووزارة البترول لتوسيع نشاطها في مصر في مجال البحث والتنقيب وإنتاج البترول وهو من شأنه أن يعزز من مساعي مصر لتصبح مركزا لتداول الطاقة في المنطقة موجها سيادته بمواصلة التنصيق والتعاون مع الشركة الأمريكية وتذليل أي تعقبات قد تواجه أعمالها بهدف الاستمرار في تعزيز جهود أبحاثي واكتشافاتي وإنتاج البترول في مصر مؤكدا في هذا الخصوص استراتيجية علاقات التعاون والشركة المتميزة بين مصر وكافة الشركات الأمريكية في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين من جانبه أشهد سيد كريسمان بالقيادة الحكيمة والرؤية الطموحة للسيد الرئيس والتي قادت مصر لتصبح نموذجا تنمويا واقتصاديا ناجحا ليس فقط على المستوى الإقليمي بل عالميا أيضا موشيدا بتميز العلاقات بين مصر والولايات المتحدة في مختلف المجالات ومؤكدا أن مصر تأتي في مقدمة الدول التي تولي الشركة الأمريكية اهتماما بتطوير الاستثمار فيها وذلك في ضوء المناخ الاستثماري الإيجابي الحالي في البلاد بالإضافة إلى ما يتمتع به قطاع الطاقة في مصر من فرص واعدة خاصة في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لتطوير هذا القطاع الحيوي فضلا عن امتلاك مصر لكافة المقاومات اللازمة لإنجاح ذلك التوجه بما فيها الموقع الجغرافي المتميز والاكتشافات في مجالي البترول والغاز والبنية التحتية المتطورة كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي وذلك بحضور الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس ويب والسفير محمد الزويخ سفير دولة الكويت بالقاهرة صراحة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بان السيد الرئيس رحب برئيس مجلس الأمة الكويتي طالبا سيادته نقل تحياته إلى أخيه صاحب السمو الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت ومؤكدا سيادته على ما تتميز به العلاقة المصرية الكويتية من خصوصية وحرص مصر على مواصلة تطوير التعاون بين البلدين في جميع المجالات وعلى مختلف المستويات الرسمية والشعبية مع الآرابي في هذا الإطار عن التقدير للرعاية الكريمة التي تحظى بها الجالية المصرية في الكويت من جانبه نقل السيد مرزوق الغانم إلى السيد الرئيس تحيات أخيه صاحب السمو الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت مؤكدا اعتزاز بلاده بالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تربطها بمصر ومسمنا دورها في الحفاظ على أمن واستقرار الكويت والوطن العربي بأكمله ومساهمتها في ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيد الإقليمي وتعزيز وحدة الصف العربي مع الآرابي عن التطلع لتطوير التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات خاصة على المستوى البرلماني كما أشار السيد مرزوق الغانم إلى الدور المقدر للجالية المصرية ومساهمتها الملموسة في عملية التنمية في الكويت اللقاء شهد التبحث حول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات لا سيما على المستوى البرلماني فضلا عن التشور إزاء المستجدات على الصحة الإقليمية حيث أكد السيد الرئيس ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري مشيرا سيادته إلى أهمية الاستمرار في تنصيق المشترك الحسيس بين كافة الدول العربية لمواجهة التحديات التي تموج بها المنطقة وذلك على خلفية ما تصخر به الدول العربية منطقات وقدرات ضخمة